يقول قائل كل شيء عندكم بدعة وجواب عليه حاش بالله إنما نقصد البدعة في الدين وكل شيء تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون جليل من الكتاب والسنة فهو بدعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الرسلين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور فالمراد البدعة في الدين الذي يتقضب به الإنسان الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل فهذا بدعة وضلعها أما البدعة من يتعلق بأمر الدنيا فكل شيء نافع من أمر الدنيا وإن كان لم يكن موجودا من قبل فإننا لا نقول إنه بدعة بل نحث عليه إذا كان نافعا وننهى عنه إذا كان واضعا ترجمة نانسي قنقر